تصدقوا ان دوناتس حلوة كده تطلع من الدقيق فقط الدوناتس دي المكون الاساسي لها هو دقيق وزيت فقط مورقة جدا وهشة جدا وكمان مقرمشة مبرة جدا جدا وطرية من جوا كمان هنعمل الدوناتس دي بدون فرن يعني هنسويها بدون فرن ومش بس كده كمان طعمها حلوة قوي اتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس عشان توصلكوا كل الوصفات الجديدة اول حاجة هنحتاج كوباية لربع من الدقيق الدقيق الابيض العادي بتاع المعجنات وهنضيف عليها 40 ملي من الزيت زيت الطعام العادي وهنقلب الدقيق في الزيت الاول نقلبه بالمعلقة بالشكل ده بعد كده نعجنه بادينا هو بيكون مفرول شوية لانه زيت ودقيق فقط بس نحاول نلمه بادينا ونخليه زي الكورة كده بعد كده نجيب كيس تلاجة عادي خالص ونحط العجينة دي فيه بالشكل ده ونضغط على العجينة بادينا شوية كده بعد كده نفردها بالنشابة افردوها بطول الكيس وبعرضه بالشكل ده وبتكون رقيقة جداً بعد كده هناخذني الكيس ده واندخله ندخل الثلاجة لمدة ثلاث ساعة الآن نضيف العجينة الثانية معنا كباية من الدهيق وكمان كباية الربع يعني كبايتين الربع من الدهيق ونضيف عليهم معلقتين كبار من السكر وكمان نضيف عليهم معلقة صغيرة من الخميرة الخميرة حوالي 5 جرام يعني نص كيس وكمان معلقة صغيرة من بيكنج بودر وكمان نص معلقة صغيرة من الملح ونقلب المكونات دي بالمعلقة بعد كده نضيف عليهم معلقتين كبار من زيت الطعام ونقلبهم شوية بالمعلقة بعد كده نضيف عليهم 140 ملي من المياه والمياه دي من الحنفية يعني عادية خالص ولا هي سخنة ولا هي بردة ونقلب المكونات دي بالمعلقة شوية بعد كده نعجنهم بأدينا هنفضل نعجن في العجينة بأدينا لازم تتعجن كويس جدا بعد كده نرش شوية دي على المفرش السلكون أو على الرخامة وننقل العجين عليها بعد كده هنفضل نعجن في العجينة دي لحد ما العجينة نلاقيها ما بتلزاش في أدينا وكل شوية نرش رش الدقيق ونعجن العجينة لحد ما متلزاش في أدينا خالص هيا بتاخد حوالي رشتين أو تلاتة من الدقيق لسه لحد دلوقتي بتلزع هنعط عليها كمان شوية دقيق بالشكل ده ونعجنها مدة العجن لازم ما تقلش عن خمس دقيق هي بيكون شكلها كده شايفين العجينة بقت نعمة جدا وما بتلزاش في الإيد خالص بعد كده هنفردها كده بالشكل ده وكمان نفردها بالنشابة لو لقيتوا العجينة بتلزق في النشابة وانتو بتفردوها رشوا عليها شوية دي صغيرين هفضل أفرد في العجينة لحد ما اعمل مستطيل كده هي بتكون مستطيل طويل شوية عرضه زي طول الكيس اللي احنا حطينا فيه العجينة الأولانية بعد كده هجيب الكيس من التلاجة اللي انا عملت فيه عجينة الزيت وهحطه كده في نص العجينة شايفين عرض العجينة اللي عملتها التانية هي نفس طول العجينة اللي في الكيس بعد كده هفتح الكيس بالسكينة وهقلب العجينة عشان اشيل الكيس من عليها هقلبها كده بالشكل ده بالراحة خالص هي بتكون مفتتة شوية بس مفيش مشكلة خالص بعد كده هطبق العجينة كده على العجينة بتاعت الزيت بالشكل ده وحاول اقفلها شوية من الاطراف على قد ما قدر خالص وهبدأ بفرد فيها كده بالنشابة بالعرض بالشكل ده وارش عليها شوية دقيق صغيرين وقلبها وارش عليها كمان شوية دقيق وابدأ فيها فرد تاني هفرد العجينة عشان تكون مستطيل بنفس المقاس بعد كده اطبقها مرة تانية وافرد فيها مرة تانية والخطوة دي بنعملها مرتين دلوقتي انا بافرد فيها بالعرض بعد كده هفردها بالطول برضو عايزها مستطيل نفس المقاس تقريباً دلوقتي هطبقها التطبيع الأخيرة اطبقها كده وافردها برضو الفردة الأخيرة برضو انا عايزها مستطيل نفس المقاس الأولاني تقريباً وما فيش مقاسات محددة هيا كلها بالتقريب او بالنظر كده هيا كده خلاص دلوقتي هقطعها لأربع أجزاء متساوية ممكن تستخدموا مسترة وممكن كده عادي بعد كده هقسم كل قطعة من القطعة دي لتلت قطع متساوية حوالي يعني بيكون عرض القطعة الواحدة حوالي من اتنين سنطي لتلاتة سنطي دلوقتي هبدأ في تشكيل الدوناتس هاخد شريحة من الشرايح دي وأشدها كده بأدية لتنين بالشكل ده بالراحة خالص وأعملها رول كده إيد في الاتجاه اليمين وإيد في الاتجاه الشمال يعني عكس بعض أبرمها كده بالشكل ده شايفين الطريقة سهلة جدا مش محتاجة أي مجهود خالص والعجينة بتطول معانا بسهولة جدا بعد كده هنتني العجينة بالنص ونلزى الأطراف دي في بعض ونلف العجينة بالشكل ده هي بتكون زي الضفيرة بالشكل ده بعد كده أركنها على جنب وياريت تغطوا العجينة وانتوا بتشكلوها عشان ما تنشافش ناخد كده قطعة كمان ونغطي باقي العجينة ونمسكها كده بأدينا من الناحيتين ونفردها كده نخبطها كده على المفرش السلكون أو على الرخامة بتتفرد معانا بمنتهى السهولة هي بتكون مورقة جدا بعد كده أبرمها كده بأديها الاتنين بالشكل ده واتنيها كده نصين والزي الأطراف وبرمها كده بالشكل ده هي سهلة جدا وبتاخدش أي مجهود خالص بعد كده أحطها وأغطيها وهكذا لحد ما أخلص كل الكمية اللي عندي بعد كده أغطيها بفوضة وأسيبها حوالي نص ساعة تخمر وحجمها يتضعف ولو المكان بارد سيبوها ساعة لربع بعد كده أنا هحتاج كوباية من الزيت الزيت ده أنا هسخنه نص تسخين بعد كده أوطي النار خالص وأنزل الفطاير فيه يعني الزيت اللي بتتقلي فيه بيكون خمسين في المية تسخين وما نزحمش طاصة الزيت أو حلة الزيت بالدوناتس عشان تكون سهلة في التقليد وهي ما بتاخدش وقته خالص عشان كده لازم نفضل نقلب فيها باستمرار أنا بفضل أقلب فيها باستمرار ممكن أسيبها ثواني وأرجع أقلب فيها تاني عشان هي بتغمق بسرعة وزي ما قلتلكو النار هادية جدا يعني وطي خالص هيا كده خلاص قربت تخلص شايفين لونها حلو ازاي وكمان شكلها حلو جدا ازاي أول ما يكون لونها دهبي بالشكل ده هنطلحها من الزيت على طول ممكن تطلعوها في مصفة وهي ما بتحتاجش مصفة خالص لأنها ما بتشربش أي زيت نهائي وأول ما بنخرجها من الزيت على طول بنرش عليها سكر بودرة وممكن كمان يكون جنبها شوكولاتة سايحة أثناء الأكل لو مش عايزين تضيفوا عليها سكر بودرة وكده خلاص الدوناتس خلصت طعمها حلو جدا ومورقة جدا وكمان مقرمشة وكمان مكونتها بسيطة جدا واقتصادية وما بتاخدش مننا أي وقت خالص أتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الوصفات الجديدة وبالهنى والشفى مقدما والسلام عليكم شكرا